أم طاها أم طاها هذه المرأة التي تعيش في بلد عربي لهو الأردن أم طاها امرأة عادية بسيطة لم تعرف القراءة يوما ولا الكتابة رأت في المنام كأن شيئا ما يلومها لأنها لا تعرف اسم ربها استيقظت في الصباح ورحت عند ابناتها قتلهم علموني اسم الله في المصحف فقالوا لها ها هو اسم الله ودايما اسم الله كان ملون في المصحف فهي تأخذ المصحف وتقول هذا اسم ربي هذا اسم ربي هذا اسم ربي لا تعرف إلا هذه الكلمة كلما تفتح المصحف تقول الله 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 تمر الأيام وزادت الحافزية عند أم طاها وقالت هلاش ما نعرفش القراءة والكتابة تعلمت القراءة وتعلمت الكتابة تخيلوا أنها كانت تروح عند الكتاتيب وتجلس عند باب الكتاب وتبدأ تسمع في القرآن الكريم وبدأت تتعلم وفعلا تعلمت القراءة والكتابة هل تعلمون أنه من بعد حفظت القرآن الكريم كامل؟ لكن ما العجيف في هذه القصة؟ العجيف في هذه القصة مش قضية حفظها ولا تعلمها ولا جلوسها في الكتاتيب العجيف في هذه القصة أنها بدأت قصة نجاحها وهي عمرها أكثر من سبعين سنة هذا هو الجمال في الحياة وبعضنا الآن يقول لي والله فاتني القطار هذا الفكرة اللي خلات البعض داخل الصندوق ما خلتهش يفكر أنه ينجح